مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية أعاد حقائق خطيرة إلى الواجهة بشأن طرق تهريب الأموال العراقية خارج البلاد لما لها من أثر مباشر على تذبذ بأسعار صرف الدولار أشعل بدوره الورقة الاقتصادية وبحسب مركز الروابط فإن البنك الفيدرالي حاليا بصدد إضافة ثلاث جهات رقابية على عمليات بيع الدولار للتدقيق في وجهته بعد البيع لمنع وصوله لجهات إرهابية أو محظورة وبسبب هذه الشروط والمحددات لا يستطيع البنك المركزي توفير الدولار لجميع من يطلبونه الفيدرالي الأمريكي كشف عن أن الدولار بعد أخذه من السوق يتحول إلى دول أخرى ومن ثم إلى سلطنة عمان ثم يختفي تبين في التحقيقات أن الدولار يذهب إلى إيران وتهريبه أيضا عن طريق منافذ كردستان بسيارات إلى تركيا وضع البنك الفيدرالي الأمريكي سلسلة من الإجراءات المشددة داخل العراق أدت إلى انهيار في الليلات التركية والتومان الإيراني خلال الأيام الأخيرة فضلا عن إجراء الالتزام بعرض قوائم بالدولار المباع تتضمن أسماء الأشخاص والجهات المستفيدة ويتم الانتظار 15 يوما لبيان موقف البنك الفيدرالي من سلامة عملية الشراء لطرف مقدم الطلب ورأى مركز الروابط أن حكومة السوداني تحركت بإجراءة سريعة في الأيام الأخيرة الماضية وبطريقة مدروسة لتدارك تداعيات التذبذ بأسعار الصرف باجتماع مع محافظ البنك المركزي وتفعيل خطوات بيع العملات الأجنبية كما أوصت البنك المركزي بضخ كميات من الدولار إلى السوق ومراقبة عمل المصارف العراقية وبحث الحكومة عن آليات بديلة لتمويل التجارة بغية تسهيلها كما التزمت الحكومة بتطوير الأدوات اللازمة لإدارة السيولة النقدية لاستقرار البلد واعتبر مركز الروابط أن هذه الإجراءات وازنت بين ضوابط الفيدرالي الأمريكي ومتطلبات السوق كما سيطرت على عملية تهريب العملة من قبل بعض المصارف في سبيل عزمها وإصرارها على إعادة تأهيل النظام المالي بإشراف الخزانة الأمريكية